دعت لجنة التعليم العالي النيابية وزيرة تعليم العالي والبحث العلمي قصيس هيل إلى اعتبار العام الدراسي السابق عدم رسوب للجامعات والمعاهد وقال رئيس اللجنة غيداء كامبش في بيان لها لقد تلقينا مناشدات من مئات الطلبة ومن مختلف الجامعات والمعاهد البلاد تدعو إلى إعلان العام الدراسي 2018-2019 سنة عدم رسوب من أجل إنقاذ مستقبل آلاف الطلبة المرقن قيودهم بمادة أو مادتين وإعطائهم حق تحميلها للموسم الدراسي الحالي